بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا معكم عن الحب في الله أوسق عرى الإيمان الحب في الله وأقل درجات هذه المحبة والأخوة تبدأ بصفاء القلب وسلامة النية مع الناس أن تصفي قلبك ونيتك عند معاملتك مع الناس وأعلى درجات هذه المحبة الإيسار قال ربنا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أن تقدم غيرك على نفسك أن تعطيه ما معك حتى ولو كنت محتاجا إليه هذا هو الإيسار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى المحبة وهو يدعونا إلى انتشار الحب والسلام والأمان بين الناس ليعيش المجتمع آمناً ويعيش الواحد منا آمناً على نفسه وأهله وأولاده قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال العلماء هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام يعني قاعدة هذا الحديث يمثل قاعدة كبيرة من قواعد الإسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومعنى لا يؤمن أي لا يؤمن إيماناً كاملاً فإن لم يتحقق بهذا المعنى فإيمان ناقص والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي عنه حقيقة الإيمان ولكن اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ناقص الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يعني يتمنى لأخيه ما يتمناه لنفسه من الخير تتمنى لنفسك المال تتمنى له المال تتمنى لنفسك الزوجة الصالحة تتمنى له الزوجة الصالحة تتمنى لنفسك الولد والزرية الطيبة تتمنى له الزرية الطيبة تتمنى أن ترى نفسك في مكان عال مرموق تتمنى له ذلك وهذا الحديث يحل مشكلة كبيرة بين الناس إذا طبقنا ما فيه من معاني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أن يرتقي بمستوى أخلاقه إلى هذا المعنى وإلى هذا الحال أن يتمنى الخير لجميع الناس أن يحمل السلام في قلبه أن يحمل الخير في قلبه لكل الناس لو طبق هذا الحديث بهذا المعنى لصرنا آمنين في مجتمعاتنا وما خاف أحد منا على أولاده ولا على مستقبله ولا على نفسه وهناك حديث آخر يدعوك فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وهذا دليل على الحب وأنك تتمنى الخير لكل الناس إذا وجدت إنسانا مريضا دعوت له بظهر الغيب اللهم اشف فلان إذا وجدت إنسانا في كرب أو في ضيق دعوت الله سبحانه وتعالى له اللهم فرش كربه وهمه وتدعو له وهو لا يراك وأنت في صلاتك وفي قيام الليل وفي سجودك لا يراك أحد ما هو حالك عند الله من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل هناك ملك يرصد يسجل ويدون قال الملك الموكل ولك بمثل آمين أمن على دعائك وتأمين الملائكة معناه أن الله سيستجيب الدعاء وهو يؤمن ويدعو لك بمثل ما دعوت لأخيك انظروا إلى هذا الخير كيف يغفل الإنسان عن هذا الخير وهذا أمر لا يكلفك شيئا ولا يتعبك أن تتمنى في قلبك الخير للناس هل يتعبك هذا؟ هل يكلفك أن تبزل المال؟ هل يكلفك مشقة بدنية؟ هل يرهقك أن تطهر هذا القلب وأن تتمنى الخير لجميع الناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولذلك أقف عند هذا المعنى عندما التقى الإمام أحمد بن حنبل بولد الإمام الشفعي قال له هذه الرسالة أبوك يقصد الإمام الشفعي أبوك من الستة الذين أستغفر لهم كل يوم في وقت الصحر ووقت الصحر قبيل الفجر وهو وقت فيه استجابة الدعاء والإمام أحمد يقول لولد الإمام الشفعي أنا لا أنسى والدك أنا لا أنسى المعروف أبوك من الستة الذين أستغفر لهم وقت الصحر كل يوم كل يوم لا ينسأه ومرة قال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه للإمام أحمد أراك تكسر الدعاء للشفعي من هو الشفعي؟ ما هو الذي يميزه عن باقي الناس؟ قال له أبوك من عوض هكذا كان الشفعي وهكذا الوفاء وهكذا الحب وهكذا أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الواحد منا الخير لجميع الناس وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك اللهم وفقنا لهذا المعنى وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته